بداية كاني أنا واختي الكبيرة عزة كنا في مول في مكان عام وكاني أشوف على التلفوني اللي أنا سافرت للبحرين طيب وقدام البحر واستقبلني خوات بحرينيات الثلاري استقبلني ودخلني في البيت اللي هو مرصح في النخيل دخلت معهم اللي أشوف داخل البيت محار رائع طيب أقولهم ما شاء الله هل تعكلوا مثلنا ناكلوا نسمي دوك شفت محار كبيرة وعطيتهم واحدة منهم وبقيت خلاص أروح أقولهم بروح أنا بس أفكر كيف أروح أرقع عمال أشوف على التلفوني ما عرفت أرقع خلاص أنت كيف حالتك الاجتماعية والصحية والوظيفية ما أعمل وصحية حمد الله ملطيبة وعزبة لا تعمل وصحتك طيبة وعزبة كم عمرك سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين في أحد من قدملك أو كلمك عسواش قبل يعني فيه بس ما يصير نصيب عندك أحد أقارب في البحرين أو أهد في البحرين أبدا لا تابع الممثلات هذي لحطت لهم تاق أو شيء لا 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 تابعهم ولا تابعهم في سناب ولا شيء تابعهم في التلفزيون في الأفلام أول بس في هذا المشترك مشتركة في قناتي ولا مش مشتركة لا مشتركة حطيتي لايكات ولا ما حطتي لا لا أحطي لأن إذا مش مشتركة وحطة لايكات الحلم تفسيرها بيكون سيء إلا العالم أما إذا مشتركة وحطت لايكات وصير تفسير حلو أنا تابعت في اليوتيوب أول كنت شفتك يني قمت تابعك وراي وراي يعني وين ما أروح أيوة الله يستر طيب خلينا ركز الحلم الغريب ليش أنا كنت أريد أحولك على الخاص لأن الحلم مرموزة أول شيء ما لها علاقة في حياتك فلازم أحللها أركز فيه أفهمها هذا السبب الأول سبب الثاني إنه فيه أسئلة كثير لأنه عشان أربط الحلم للحين الحلم بتاعي في كيف أنت ويا كده ما قربت لبعض يعني الحلم كأنه شخص ثاني حلما أنا أو عالم آخر ما لا علاقة فيك فهمت علي فخلينا نتركر شوي أول شيء كيف علاقتك في أختك كيف كيف علاقتك في أختك قريب فواقد مني شو التشابه بينك وبين أختك أكثر واحدة أنا شبهها يعني يتبهني أنا مع بعض أكثر شيء أكثر من خواعد الثانيات نفس الشغل نفس الحالة الاجتماعية نفس الصحة هي متزوجة وعندها أولاد وأنا لا كم عمرها وكم عمرك هي أكثر من واجد بين عشر سنوات تقريبا هي في الخمسينات شوفي مبدئيا مبدئيا ذهابك أنت وأختك للبحرين لا هي ما معي أنا واحدة لحظة البحرين أختك شو دورة كان بالحلم أختك بس في البداية كانت معي وأنا سافرت عنها بس ما كملت معي حلو حزنتيني والله بداية سفر الإنسان في الأحلام إلى مدينة اسمها أو دولة اسمها البحر دلالة على أنه يفتح بابين رزق في حياتك إن شاء الله ودلالة على خيارين الممثلات الثنتين يدل على أن العروض التي تأتي عليك في الحياة أو في الأيام القادمة ورغم يأسك ورغم طول صبرك ورغم قلة العروض اللي في حياتك أنا ما تكلمت عن زواج في شكل عام إن بابلك راح تكون أشياء يعني يتمناها الآخرون حسنا لما ممثلة تكلم شخص أو تتلقى أوه قلمت الممثلة فلانية وأنا تابعتها ولقيتها وكي كي المحار يطلع جاخلة شو لؤلؤ ويطلع داخلة صدف والصدف يدل على الزواج ترى وعلى حسن الفطينة الباطن الإنسان يدل على حسن باطن الإنسان ويدل على الرزق ويدل على الحفظ والحماية فإنت قلت اختلف الاسم عندنا ولكن هو نفسه يعني الأقدار المكتوبة لك حتى لو لم تأتي كما توقعتي أو في الوقت الذي توقعتي فيه ولكنها بالنهاية سوف تأتي سوف يحسدك الناس على أشياء يتمنوها لا يحسن عليها تكون عندك بإذن الله راح يكون عندك عدة عروض عدة خيارات وفوق هذا سوف يتحقق ما في قلبك من الأمنيات يعني راح يكون عندك أبواب رزق تفتح وربما نفرح بك إذا لم يكن لديك مانع يمنع هذا الزواج ما هو المانع إما سحر قوي جدا إما حسد قوي جدا إما مشكلة صحية تمنع الإقتراب منك فإذا لم يتواجد هذه الثلاثة فأنا أتوقع أن حلمك هذا سوف تحقق وتكوني من أسعد الناس السنة القادمة أو خلال الأيام القادمة ولا أعلم عند الله وضح كلامي؟ ماشي استمر في التحصين استمر في الحماية استمر في التفاؤل واستمر في السعي في الدنيا وسوف تفتح لك الأبواب ثنائة يعني ما بعض مثناء وثلاثة ورق يلا يا بدي ان شاء الله سهل أمر ترجمة نانسي قنقر